السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات أهلا وسهلا فيكم اليوم إن شاء الله رح نعمل صيادية طريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله ورح تعجبكم كتير زي ما إنتوا شايفين كيف تسمىك مستوي ما قليته طريقة سهلة إن شاء الله وكمان صحية أكتر خلينا نبلش بالطريقة إن شاء الله ونشوف كيف بدنا نعمل الصيادية بطريقة صحية إن شاء الله ورح تعجبكم كتير أول إشي قطعت كمية بصل منيحة طبعا أنا بدي أعمل ثلاثة أكواب بس من الرز يعني كيلو إلا فبدي أحط بس أربع بصلات إذا كانت كمية الرز كتيرة فبدي كتكتري لأنه هي أصلا الصيادية يكون البصل اللي فيها كتير حطيته على النار بشوية زيت لحديت ما يتحمر جبت السمك حطيت عليه بس ملح وكمون وكزبرة غير هيك ما حطيت عليه ونقعته شوي وخليته على جنب شايفين البصل بنظلنا نقلب فيه لحديث ما يعطينا اللون البني لازم يصير لونه بني لأنه اللون الرز بدو ياخده من البصل جبت تقريبا قد راس من التوم قسشرته ودقيته وحطيته بعد ما صار البصل في هذا الشكل ما بنحطه بالأول لأنه التومة وغرب تستوي جبت البهرات إن شاء الله البهرات رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف لأنها كتير ملح نتفت غرفاء ونتفت فلفل أسود وورقار ولومي، وكمون، وكزبرة، وهيل، والله مصلي على سيد محمد، وزنجبيل، وبهار مشكل، وبهارات كتير أحطيت عليها، كتير بتعطيها طعام زاكي، فإن شاء الله رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف لأنها يعني عشان إن شاء الله يعني تعرفوها أو إنكم تحطوها في الصيادية، ممكن إذا مش موجود عندك أي نوع من البهارات، عادي ما فيه من أي مشكلة إنك تستغني عنه في هذا الشكل هسا بنحط البهار، لازم البهار نحطه على البصل وعالتوم عفوان، تقلبه لحديث ما تطلع معنا ريحته بيعطي طعام للرز كتير زاكي يعني ما بنحطه بالمرقة لأ لازم نحطه على البصل والتوم بنقلبه شوي بعدين بنجيب معلقتين من الصلصة البندورة طبعا زي ما أحكيت لكم أنا هاي الكمية على تقريبا كيلو رز كيلو إلا شوي بديك تكتر الرز بديك تكتر الكمية اللي أنا حكيت لك إياها حطيتها أنا بكوب المعياري تقريبا معلقتين كبار معلقتين أكل يعني حطيتها أنا بربع كوب من الكواب المعيارية ولازم نقلبها برضو عشان تعطينا اللون الحلو بعد هيك بنجيب مي وبنديرها على الخليط اللي عملنا المي حطيت تقريبا 6 أكواب من المي على الكمية هاي 6 أو 7 أكواب بعد ما غليت أخدتها على الخلاط وخلطتها بالخلاط طبعا لا صفيتها والأشي رجعتها بنفس الطنجرة اللي بدي أعمل فيها الرز بخلط الخليط اللي أنا سويته اللي هو البصل والتوم والابهارات بخلطه بالخلاط ما بصفيه بس بخلطه منيح بكون جايمة منه اللومي والفلفل وبرجعه تاني مرة بتحب تخلطيه مع الخليط برضو بصير بس أنا بحب أخليه مع الرز بالطعم منظره وطعم وأسكه خليتها تغلي شوي حسا بنجيب السمك اللي تبنناه وبنحطه بالخليط هذا تقريبا 5 دقايق وبنطلحها 5 دقايق وبنطلحها لحد يتمنعمل كمية السمك كلها ليش بعمل هيك أنا عشان السمكة تاخد طعم البهارات تبعت المرقة وعشان بدي أشويها بالفرن ما بدي إيها بالزيت يعني بكون طبعا أكلنا برمضان يكون صحي إن شاء الله ويكون يعني سهل وما يتعبنا بالأكل فهيك بخليها أنا بالمرقة زي ما أنتوا شايفين بتاخد طعم المرقة وطعم البهارات والبصل والتوم بطلع كتير كتير طيبة عشان هيك أنا قلت لكم بأول فيديو أني أنا ما حطيت عليها بهارات غير بس ملح في الأسود وكزبرة وكمون غير هيك ما حطيت فحطتها بالصينية طبعا مولع الفرن قبل بوقت حطيتها على الرف اللي فوق بس للتحمير بعد ما تحمل الوجه الأول قلبتها على الوجه الثاني حسنا بنرجع للرز بعد ما خلصنا من السمك بقيم كل على الوجه وبجيب الرز طبعا أنا نقع ثلاث كسات زي ما قلت لكم غسلاهم أو شي ونقعهم رز حبة طويلة بعدين صفيتهم وحطيتهم على المي المي إذا ما بتعرف عيار المي اللي أنت حطاها بتعود في هاي المرحلة بتجيس المي لازم كل كوب من الرز بده كوبين من المي إذا بتعرف إنك تحطي بس يعني المي وتحطي عليها الرز وتعرف كيف العيار تبعه خلص ما فيه أي مشكلة بعد ما نقيم السمك وكل شي تمام ونحط الرز بنخلي الغاز عال شوي لحد ما شوي تقرب المي تتشرب بنغطيها وبنوطي عليها النار وبنخليها تقريبا قد ربع ساعة أو طول ساعة لحد ما تستوي بعد هيك بنجيب الفستق أو اللوز أو الكاجو الموجود عندك بدك تحطيه على الوجه مش موجود برضو ما فيه أي مشكلة بنحط معلقة زيت أو معلقة سمنة وبنشوحه مظبوط وبنخلي زي هذا اللون ما بنحمره كتير بس يعطينا لون دهبي بنطفي عنه ما بنخليه بنفس المجلة بنحطه بصحين عشان ما يحمر معنا كتير وهيك الرز زي ما فرجيتكم زي ما حكيت لكم بخلي شوي تشرب بعدين هسه بغطي وبوطي علي النار وبسيبه يستوي لحاله بتكون السمك بالفرن عندنا كمان جاعد بتحمر واللوز استوى وبكون مقطعة أنا شوية باقدونس ممكن تحط شرائح لمون شرائح فلفل حلو هاد الزينة بترجع لقلك هيك خلصنا الرز شايفين ما أحلى بنطفي عنه وبنخليه شوي يهدى بنطلع السمك من الفرن السمك لازم من حديث ما تطلعي من الفرن هو سخن تكوني عاصرة قد لمونتين ثلاثة وتديري عليه وهو سخن بنطص اللمون وبطلع طعمه رو عجربي ان شاء الله الطريقة هاي رح تعجبك كتير حديث ما تطلعي من الفرن او مثلا بدك تقليه برضو بزيت وطلعتين من الزيت بتكوني محضرة كاسة معصور فيها لمون القطع اللي بتطلعيها من الزيت دغري رشي عليها لمون وهو سخن بنطص الحمد وبطلع كتير طعمه زاكي هيك خلصنا الرز بنحطه بالصينية شايفين ما أحلى ولونه شايفين هذا لونه جاي من البصل ومن البهار ومن الصلصة بطلع لونه هيك بني والتزيين زي ما حكت لكم برجع لالكم كتير كتير طيبة وطريقة زي ما شفتوا سهلة وبسيطة ان شاء الله الكل بعرف يعملها وان شاء الله بتكون فطرة كتير زاكية وهيك خلصنا وان شاء الله وصفتي لهذا اليوم تعجبكم تابعوني رح أعملكم أكلات كتير زاكية ان شاء الله في باقي أيام رمضان وان شاء الله يكون صيام على قول الله وهيك خلصنا ويعطيكم ألف عافية